أكبر الخلل في الدنيا إن الأب أو الأم يغصبوا على الإبن أو البنت إنو يتجوز واحدة هو مش عايزها أو إن البنت تتجوز الراجل هي مش عايزها غلط لأن هو اللي هييش معاها بعد كده أو هي بنتك اللي هتييش معاها فمش عشان واحد إنت شايفه حلو وكيوت أو عنده مصنع وإنت عندك مصنع وأنا مش أعيس فلوسي تروح برة فلازم يكون الواد عينيه مليانة فأجوزها ليه ابن شريكي يعني الفكرة دي الفكرة إن أنت كده بتحافظ على فلوسك مش على بنتك طبعاً أم عوش فلوسه طمعان يعني بيتاجر فيها بيتاجر في البنت أو بقى المفترض إن أنا كأب بقى أنا أحرص الناسي على إرضي وبنتي أيها حضرتك بقى أنت أنا بتكلم على نموذك كده أنا بتكلم على العموم النموذك ده غلط وده أنه مرفوض البنت بقى دي تعمل إيه أنا بتكلم في بنتي دلوقتي تحت ولاية أبوها أبوها هو ولياه اللي هيجوزها وغصبها وبيعمل ده هي بقى كبنت للأسف بقى هنا بيكون في مشكلة كبيرة جداً إن البنت بيحصل بعد كده أنها بتتجوز وفي الغالب بتتطلق وترجع له تاني فهو اللي بيعمل كده يعمل حسابه إن البنته هترجع له كمان سنة سنتين بتطلقه معايا عيال يجأ يا أهل نفسه لده بقى إنت من الأول اتصرفت غلط أنا شفت كده والله مشايخنا يعني المشايخ بقى اللي يقولك ده الشيخ متعصبين والدقن وبتاع أكتر ناس لبراليين في موضوع الجواز ده لبراليين جداً يعني الشيخ من دول تكلمه على موضوع بنته يقولكش أنا وافقت يا أخي لا يمكن يقولك والله أشهرهم وارجع لك أكتر حاجة تلاقي فيها الشيخ فعلاً يقولك ده بالبلدي ده شهرة ست هو موضوع الجواز ده يعني الكلام ده أنا رأيته وعيشته يمكن أقولك في حياتي أنا كان ما رأيته أبي الله يرحمه في موضوع الزواج ده بالذات فرض على مع أنه كان رجل عسكري وحازم فرض على أحدم شيئة يقولك الجواز ده ده يا ابني زي شرب المية ده أنت لا عتيش معها أنا مش عيش معها الزواج ده بالذات ولا ولد ولا بنت لا يمكن مع أنه كان شديد وحازم وكنا نهابه هيبة شديدة بس كان مع الهيبة دي كان فيه حب بس أحسن تربيتكم الله يخليك رببي الله يرحمه اللهم أمين يا رب العالمين وكان يعني يعني كان رجل حازم حازم جدا فأقول لكن برضو كان يعني في الحاجات دي ما كانش يغصب على حد يعني ما شفتوش أبدا في حياتي بالذات الزواج دي أو التعليم أن أنت تغصب على أمر له يوجهك الصح إيه والغلط إيه وكذا وما يقبلش منك الغلط ولو جيت سألك سؤال وأخبرته بالحقيقة خلاص أنت كده نجوت لو كنت دبيه واحد برا إنما تكذب طبق أيامك مش فايتة فكان في موضوع الزواج ده كبيرنا وصغيرنا لو كانت بنت مثلا يقول لأمها لأمي مثلا شوفي فيه موضوع اتنين واحد اتنين تلاتة البنت رأيها إيه حياءً هو ما يكلمهاش آه موافقة موافقة يبقى موافقة مش موافقة يبقى الموضوع مش حيمشي لو جاي لها ملك من السماء فأنا يعني ده اللي أنا شفته في حياتي هو واضح شرع آه طبعا ولذلك واللي أنا شفته بقى في مشايخة نفس الموضوع أنا عايز مثلا أتجوز يا مولنانا بنتك يقول لك يا ابني أم أشوف أسألها وأسأل أمها فأي حاجة تانا تلاقيه بيدوس زي القط إلا في الحتة دي آه يقول لك لا إحنا بقى عندنا إيه ييجي الناس يقول لك لا إحنا متفتحين وإحنا مش عارف إيه وإحنا عصريين وييجوا في موضوع الجواز عايز يغصب ابنه على واحدة معينة ويغصب بنته على واحد معينة طب ليه يعني أنا مش فاهم هو أنت هو ليلة الدخلة والجواز إنت اللي هتخش البيت ولا هو